موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار الساعة هذه الليلة نقدمها من العاصمة التونسية مؤكبة للانتخابات الرئاسية في تونس بدورتها الثانية الواحد والعشرون من الشهر الجاري هو تاريخ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس وذلك وفقا لما أعلنته اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ حاسم ومصري لتونس تاريخ سينهي مرحلة الانتقال الديمقراطي التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ووفقا للنتائج النهائية للدورة الأولى ضمن كل من رئيس المنتهي ولايته المنصف المرزوقي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي مرورهما إلى الدورة الثانية يأتي هذا الإعلان عن موعد الانتخابات إثر رفض المحكمة الإدارية مجددا للطعون التي تقدم بها فريق الحملة الانتخابية للمرشح المرزوقي ضد نتائج الدورة الأول هذه النتائج أثارت العديد من التساؤلات لدى بعض المراقبين وتساؤلات حول النسبة التي حصل عليها كلاء المرشحين وحول انعكاس هذه النتائج على مجريات الدورة الثانية ومواقف الأطراف والأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد ولسيما موقف حركة النهضة وما مدى جدية ما دعا إليه مجلس الشورى في النهضة بالحيادية الإيجابية تجاه المرزوقي والسبسي وكيف سينعكس هذا المشهد السياسي على الملفات الأمنية والاقتصادية وعلى الشارع التونسي بشكل عام ليبقى السؤال الأبرز من سيكسب ثقة الشعب التونسي ولمن ستفتح أبواب قصر قرطاش إذن كل هذه الأسئلة وتطورات الحملات الانتخابية والتحالفات السياسية على الساحة التونسية سنناقشها مع ضيفنا عبداللطيف مكي عضو مجلس شورى حزب النهضة ووزير الصحة في حكومة أحمد أو حمادي لجبالي أهلا بك دكتور مكي إذن بداية كيف قرأتم كحركة النهضة ما أعلن اليوم عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنتائج الدورة الأولى لانتخابات الرئاسية بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك وبكل السادة المشاهدين شكرا لك هذه الأرقام اليوم فقط أصبحت رسمية لأنها كانت معلومة منذ يوم الانتخابات وربما حتى الطعون التي تقدم بها المترشح السيد المنصف المرزوقي لم يكن ربما المقصود منها تغيير النتائج أصلا وإنما تقديم الدليل القضايا والقانوني على وجود تجاوزات من الطرف الآخر تمثل جرائم انتخابية إذن فالنتائج كانت معلومة اليوم أصبحت رسمية ويمكن أن نبني عليها وقد بني عليها تاريخ الجديد الدورة الثانية هذه النتائج يمكن أن نجد فيها العديد من الاستنتاجات من بينها أن الأمر غير محسوم لصالح حزب نداء تونس ومرشحه رغم ما حضر به من دعم إعلامي كبير ومن قول بأنه يتمتع بأسبقية كبيرة جدا هل فارق العشر نقاط التي تم الحديث عنها في النتائج الأولية واليوم النتائج النهائية تحدثت فقط عن ست نقاط هل كانت عامل إيجابي بالنسبة للمرزوقي وفي المقابل قد أثرت سلبا على نداء تونس نوعا ما لأن السيد المنصف المرزوقي في بداية الحملة الانتخابية وقبيل الحملة الانتخابية كانت استطلاعات الرأي تضعه في المرتبة الثانية ولكن بنصير 13 أو 14 نقطة ولكن خلال الحملة الانتخابية وبعد نتائج الانتخابات التشريعية ربما حدثت صحوها في المجتمع التونسي وأصبحت عنده تخوفات حقيقية على مسألة الحرية والديمقراطية في تونس فتحول من 13 أو 14 نقطة إلى هذا الرقم 33 الذي تحصل عليه مما أعطاه دفع معنوية جيدة وأحدث ربما نوع من رد الفعل السلبي لدى معسكر السيد الباجي قيد السمس أنتم كنوضة كيف قرأتم هذه النتيجة؟ نحن بحكم متابعتنا للنتائج عن طريق سبر أراء غير مسيس وعلمي كنا نلاحظ صعود السيد المنصف المرزوقي لدى الرأي العام وبالتالي النتائج لم تفاجأنا لماذا هذا الصعود؟ وفي المقابل نحن نعلم أن المنصف المرزوقي المرشح السيد المنصف المرزوقي لم يحصل سوى على 2% فقط في الانتخابات التشريعية وهنا السؤال الأكبر من أين حصل المرزوقي على 33.6% كما أشارت اليوم النتائج النهائية للدورة الأولى؟ حصل عليها من الشعب التونسي السيد المنصف المرزوقي ليس مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومنذ زمان منذ أن تقلد منصب رئيس الجمهوري قد استقال من إدارة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ونحن نعلم كناشطين سياسيين أنه لم تعد له أي تعلاقة بإدارة حزب المؤتمر وتفرغ لشؤون الرئاسة وهذه المرة تقدم كمترشح مستقل ولم يتقدم كمرشح لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية البعض يستعمل هذه المقارنة بين نتائج حزب المؤتمر ونتائج الرئيس للمغالطة أو لاتهام حركة النهضة بأنها هي التي كانت وراء النتيجة التي حصل عليها السيد المنصف المرزوقي وفي الحقيقة أنا أقول ناخبي النهضة كان لهم دور بالتأكيد دور كبير في الحصول على هذه النتيجة ولكن هناك فئات اجتماعية وسياسية أخرى كثيرة انتخبت السيد المنصف المرزوقي هل هذه الفئة لم تشارك في الانتخابات التشريعية وعدلت عن قرارها لتشارك في الانتخابات الرئاسية وتدعم المرزوقي نعم نحن الآن بصدد دراسة نتائج الانتخابات التشريعية بدقة مجهرية ومن بين النتائج الأولى أن هناك الكثير لم يشارك في الانتخابات من باب العتب على الأحزاب التي أتت بعد الثورة وعلى حركة النهضة ولكن عندما صدم بنتائج الانتخابات التشريعية وأصبح يرى رأي العين أن قضية الديمقراطية والحرية في تونس وفتح ملفات الفساد وقضية العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات وكل أهداف نادت بها الثورة أصبح يرى رأي العين أن يمكن أن تكون مهددة إذا استحوذ حزب واحد لكل السلطات التشريعية والتنفيذية برأسيها الرئاسة ورئاس الحكومة هناك صار نوع من الصحوة وشاركت أعداد كبيرة لم تشارك في الدورة الأولى ولكن يؤخذ دكتور عبداللطيف عذرا على المصارحة يؤخذ عليكم أن النهضة وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي هناك صفحات لشباب هم تابعين رسميا لحركة النهضة ويدعمون بقوة الرئيس المنتهي وولايته منصف المرزوقي ويدعمونهم عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير نعم لهم موقف والحركة لم تعترض على هذا الموقف وهذه مناسبة لأصحح الموقف الحقيقي للحركة ليس حياد موقف الحركة ليس حياد إنما هو التفويذ إلى أبناء الحركة وناخبية بأن ينتخبوا من يرونه قادر على حماية الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة هذا هو ما يقال أنه في العلد ولكن يقال أن القيادة السياسية والمعروفة قيادة حركة النهضة بحنكتها السياسية وخصوصا مع السيد رشد الغنوشي أنهم لا يظهرون بتصريحاتهم دعمهم للمرشح المرزوقي ولكن القاعدة الشعبية وخصوصا السطور داخل مجلس الشورى في حركة النهضة هم يؤيدون بشكل كبير المرشح المرزوقي هذا فيه نوع ربما من عدم الدقة لماذا؟ لأن الحركة منذ أن بدأت تفكر في قضية الرئاسة دعت إلى مرشح توفقي لأن تعتقد أن لديها في المجتمع وفي الحزاب السياسية وفي الزعمات السياسية العديد من المناظرين ومن الأصدقاء ومن الحلفاء من يستحقون أن يتقلدوا منصب رئيس الجمهورية ولذلك أرادت أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع ودعت إلى مرشح توفقي إن كان لكم علم بهذا وقد ضحت الحركة بأن لا ترشح أحد أبنائها ثمنا لنجاح هذه المبادرة مبادرت المرشح التوافقي ولكن الأصدقاء لم يستجيبوا لهذه الدعوة أي أصدقاء؟ الأصدقاء السيد منصف بن جعفر السيد منصف المرزوقي السيد نجيب الشابي جميعهم ستة أو سبعة مرشحين دعوناهم واتصلنا بهم مرة أولى وثانية ولكنهم خيروا أن يترشحوا جميعا وقالوا يمكن أن ندعم المرشح الديمقراطي الذي يترشح للدور الثاني فأردنا أن نواصل في هذه الروح روح الحياد ولكنه حياد شاهد بالحق وليس حياد زور أن قلنا للناس نفوض لكم أن تختاروا وفق من يضمن تحقيق أهداف الثورة حياد أي ترك الحرية الكاملة للقواعد الشعبية أم أن هناك يبقى توجه معين نسمع عن توجهات لدى فئات معينة ومخصصة في حركة النهضة بدعمها للمنصف المرزوقي نعم هي موجودة ولكن هو حياد المؤسسات سياسيا يعني المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والقيادات الجهوية والقيادات المركزية لا تسرح بمواقف سياسية مساندة لهذا أو ذاك وتركنا التفويض لأبناء الحركة وناخبيها بأن يختاروا ما يشاءون وفق مقيس وذهبنا في خطوة أخرى ميدانية لضمان نزاة الانتخابات أبناؤنا وأنصارنا شاركوا كملاحظين لهذا المرشح أو لهذا المرشح لضمان نزاة العملية الانتخابية الآن ندى تونس يلوم حركة النهضة بأنها لم تكن محايدة لأنه قدمت ملاحظين وفي تقديري هذا يعني شعور وموقف خاطئ لأن الملاحظين هم في مصلحة الجميع عندما يشهدون بأن الانتخابات كانت نزيها هذا يجعل الجميع مرتحون ولا يقولون أن هذا الطرف وذلك الطرف سرقت الانتخابات نعم عضو مجلس شورى النهضة حسين الجزيري على ما أعتقد هكذا تلفظ كنيته الجزيري قال إن الحركة تواجه صعوبات في الوصول إلى قرار لتحديد من ستدعم في الانتخابات واستبعد أن يتغير موقف مجلس الشورى بشأن التزامها خيار الحياد وأجل أيضا القرار حتى نهاية الأسبوع المقبل لباذا هذا التأجيل هل تنتظر النهضة أي لنقول تغيرات أو أي من نهاية خيارات أمامها ومقايضات معينة؟ لا أقول مقايضات لأن حزب ندى تونس جازم في أنه لم يقدم رؤيته من الحكم إلى حد الآن وينتظر ما بعد الانتخابات الرئاسية نحن كذلك نعتبر أنه ليس هناك مجال للمقايضات لأنه المقصود بالمقايضة بين الموقف من الرئاسة والمشاركة في الحكومة نعتبر هذين الملفين منفصلين لأن من يدخل الحكومة ويدخلها برصيده البرلماني وحركة النهضة هي الحزب الوحيد القادر أن يقدم رصيدا برلمانيا إذا اشترك مع ندى تونس يضمن استقرار الحكومة وقوته وصلبته مما سيمكنها من اتخاذ القرارات والإصلاحات اللازمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي إذن لا يمكن أن نقدم ثمانين لبضاع واحدة يعني نقدم رصيدنا البرلماني وموقفنا من الرئاسة هل قدمتم في الرصيد البرلماني تعتقدون ذلك خصوصا وأن سيد عبد الفتاح مورو أصبح نائب للرئيس وذلك نوع من الاتفاق نستطيع أن نقول أنا أجزم لك وهذا الكلام على مسؤوليتي لم يقع أي تفاهمات فيما يخص الحكوم والحكومة مع ندى تونس كل ما هناك أن ترتيب أوضاع البرلمان لأن الدستور ينص على ضرورة انتخاب مكتب البرلمان في الجلسة الأولى الافتتاحية فبالتالي كلها ترتيبات من أجل أن لا يرتبك البرلمان ونداء تونس قرر أن يرشح رئيسا للبرلمان منه وهذا يدل على أنه لا يريد الشراكة لأن الذي يريد الشراكة الحقيقية يجب أن يتخلى على رئاسة البرلمان للحزب الثاني ولكن ألا يحق له لأنه حصل على الأغلبية المطلقة ندى تونس في هذه الانتخابات التشريعية بتولي رئاسة البرلمان هو يستطيع ذلك بمنطق المغالبة ولا يستطيع ذلك بمنطق الشراكة لأن حركة النهضة قالت قبل الانتخابات التشريعية مهما كانت النتائج فأننا سنحكم بالشراكة ولن نتحصل من الرئاسات الثلاثة إلا على رئاسة واحدة لكي نتقاسم أعباء الحكم ونتدرب جميعا على الديمقراطية في إطار التقارب وفي إطار المشاركة والتفكير والتقرير المشترك ندى تونس يمكن أن يأخذ الرئاسات الثلاثة إن صاغا تحالفات مع الأحزاب الصغرى ولكن هذه مغالبة ولا تساهم في إنجاح الحكم الديمقراطية حركة النهضة دكتور عبداللطيف بماذا تقبل حركة النهضة للقبول بالمشاركة في المستقبل خصوصا إذا وصل سيد الباجي قائد السبسي إلى سدة الرئاسة نحن نرى أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة قوية لها قاعدة برلمانية قوية وصلبة وكتلة حركة النهضة معروفة بقوتها وانضباتها وصلبتها وكذلك حلفاء النهضة في البرلمان لأن لدينا حلفاء حتى وإن كان عددهم قليل هذا يفرض على حزب نداء تونس أن يسعى إلى شراكة في الحكم فإذا ما طلبنا للشراكة في الحكم فسندرس هذا الطلب وندفع باتجاه شراكة عادلة من حيث البرنامج ومن حيث القرارات ومن حيث التوجهات فإذا اختار اختيار آخر نحن مرتاحون في موقع المعارضة يمكن أن نخدم البلاد من هذا الموقع ونتفرغ لشؤون الحركة خاصة أننا لم نعقد مؤتمرنا إلى حد الآن نعم هنا السؤال لماذا هذا التأجيل حتى الأسبوع المقبل وهنا يبقى السؤال الشاغل هل لدى حسابات أخرى لدى النهضة من هنا إلى الأسبوع المقبل ما الذي تنتظره بالفعل النقاشات في مجلس الشورى كانت عميقة وتقدم للمداخلة أكثر من 100 عضو في مجلس فيه 150 عضو على مدار يومين وكان هناك توجه واضح في مجلس الشورى ولكن خيرنا أن نعطي لأنفسنا مهلة بأسبوع لأن قد تحدث معطيات جديدة تدفعنا إلى ربما تعديل كبير أو بسيط في الموقف ما هي هذه المعطيات التي يمكن أن تغير من موقف حركة النهضة؟ مثلا أحكام المحكمة الإدارية أحكام المحكمة الإدارية التي صدرت بالأمس مساء إذا قدم أحد المرشحين مقترحات إلى غير ذلك ولكن لا نتصور أنه ستحدث معطيات أهمة جدا وهذه المعطيات التي اتخذناها ستساعدنا على مزايد التدقيق لا أكثر ولا أقل نعم سأنقل لك عن بعض المراقبين هو كلام قد تم تدولها أن حركة النهضة لا تغامر بدعم حليفها السابق المنصف المرزوقي علنا وذلك حفاظا على احتمال تحالفها مع حزب نداء تونس صاحب الأغلبية البرلمانية كما نعلم في تشكيل الحكومة المقبلة إلى أي مدى دقت هذا الكلام وصدقية هذه المعادلة الموجودة اليوم على المشهد السياسي إذن ما هو العرض المغري لدى يمكن أن يعرض على حركة النهضة ولا تغير من قفة أو تعلن موقف معين تجاه المرشحين كما قلت لك نحن نفصل بين الملف الحكومي والملف الرئاسي في نداء تونس هم يريدون الربط بين الملفين للضغط على موقف الحركة ولكن نحن مصرون على أن الملف الحكومي يستند إلى الأرصد البرلمانية وليس إلى الموقف من الرئاسة إنما موقف الحياد الرسمي هذا يحافظ على سلامة الأجواء العامة داخل البلاد ويسمح للشركاء في الحديث المستقبل ونحن قلنا في بيان مجلس الشورى أننا مستعدون للتعامل مع الرئيس أيا كان الذي ستفرزه السنديق حياد الحركة السياسي سيساعد على المحافظة على هذه الأجواء أجواء الهدوء وأجواء التواصل المستمر لأكثر ولكنه لن يؤثر على الموقف الميداني باعتبار أن فوضنا لكل ناخبي الحركة وجمهورة ومناصرية وأبناء بأن يختاروا وفق مقييس معينة يعني أبوابكم مفتوحة لكلاء المرشحين للرئاسة وهذا ما توصلونه إلى القاعدة الشعبية لحركة النهضة يعني بالضبط يعني هل أبواب مفتوحة لدى النهضة لقبول كلاء المرشحين أو طروحات التي يقدمها أن كان المرزوقي أو أن كان السيبس لا يعني نحن مستعدون للتعامل معه كشخص أصبح رئيسا للجمهورية لابد أن نتعامل معه بطريقة إيجابية جدا حتى وإن اختلفنا من أجل ضمان سلاسة الحكم وأن لا توجد توترات بين مؤسسات الدولة وبين الأحزاب الرئيسية والبرلمانية حتى وإن اختلفنا معه سنسعى إلى التعديل سنسعى إلى التأثير وطبعا بيننا وبين السيد المنصف المرزوقي مسافات ونقاط اتفاق أكثر من المرشح الآخر ولكن يتم الحديث دكتور عبداللطيف عن مشاورات تتم بينكم وبين الطرف الآخر ومع نداء تونس كيف تعلقون على ذلك؟ حصلت جلسات بين الشيخ راشد ورئيس حزب نداء تونس الباجي قيد السبسي وفي آخر لقاع حدث كان بين الباجي قيد السبسي ووفد من الحركة ليلة انتخاب رئاسة البرلمان ولكنه لم يتطرق أبدا إلى الملف الحكومي لأن نداء تونس يرفض رفضا قاطعا طرح الملف الحكومي قبل الانتخابات الرئاسية وهذا نوع من الضغط فوت على البلاد أكثر من شهر لإيجاد حكومة قارة وبرنامج هذه الحكومة في البلاد هل المشاورات مقطوعة الآن مع نداء تونس قبل الانتخابات الرئاسية المحددة في 21؟ قد تكون هناك مقابلات فردية بين قيادة من نداء تونس وقيادة من الحركة بحكم الصداقة أو الاشتراك في المهنة إلى غير ذلك ولكن لقاءات رسمية لبحث الملفات السياسية ليست موجودة إذا قدموا لكم حركة نداء تونس طرحا معينا للمشاركة في التلاف الحكومي أو في الحكومة المقبلة هل ستغيرون من موقفكم قبل الانتخابات الرئاسية في 21 وفي الدورة الثانية؟ رغم أن هذا العرض الذي تتحدثين عنه غير وارد لأن نداء تونس جازم في موقفه أنه لن يتحدث في الملف الحكومي قبل الانتخابات الرئاسية ولكن لا أتصور أن موقف الحركة سيتغير هذا ما يحكى في العلن ولكن كما يقال تحت الطاولة تتم الكثير ودائما يتم الحديث عن خطابات رسمية وفي نهاية هذه الخطابات يخرج باتفاق ونتيجة مشاورات غير معلنة بين الأطراف السياسية نحن والحمد لله قاماتنا طويلة بدرجة أن لا يتسعى لنا ما تحت الطاولة يعني فعلا ليس هناك حديث تحت الطاولة والسبب هو موقف نداء تونس والذي نعتبره موقف غير طبيعي نحن عندما فوزنا بالانتخابات سنة 2011 بسرعة دخلنا في مفاوضات وأنضينا بروتوكول اتفاق مع حزبين وأردنا أن نوسعه إلى الآخرين بوضوح وبصراحة لكن نداء تونس يرفض وقد فوت على البلاد فرصة تشكيل الحكومة في الوقت المناسب نعم كيف قرأتهم الخطاب الأخير لباجي قائد السبسي المرشح للرئاسة التونسية عندما اتهم أن من انتخب من أدل بأصواته للمرشح المرزوق هم المتطرفين والسلافية الجهادية في تونس أنا يذكرني هذا بكلام بن علي عندما قامت الثورة وبدأ آيتهم بأن الذين يقفون وراء الثورة هم المتطرفون وقد شهد ممثل تونس في اليونسك وأن بن علي تصل به وقال له لا تستقل هل تريد أن تمكن الخوانجية من الحكم ويقصد بهم حركة النهضة هذا الخطاب العنيف بعد ذلك أرادوا تراجع عنه وتنسيبه هي حجة استعمالها لاستبداد في السابق لتقسيم الشعب التونسي لمحاكمة السياسيين لعدم إنجاز الديمقراطية وأعتقد أنه كان خطأ استراتيجي ذلك التصريح وقد مس حتى من سمعة تونس وقد يمس من الموسم السياحي القادم للبلاد أعتقد أنه التصريح كان تحت وطأة الغضب ووطأة الصدمة هل نستطيع أن نحمل كل هذه الأعباء فقط لنداء تونس لمجرد فوزه في الانتخابات التشجيعية وتقدم المرشح الباشي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية بالدورة الأولى ما هي الأعباء؟ هل نستطيع أن نحمل كل هذه الأعباء التي تحدثت عنها أو الأوزار المسئولية فقط لنداء تونس؟ ألستم أنتم متواجدون؟ كنتم في الحكم وكانت ليست الأوضاع بأفضل بكثير من ناحية الأمنية أو الاقتصادية أيضا؟ لا، من ناحية الاقتصادية أعتقد أن الحكم على الفترة التي حكمت فيها النهضة وشركائها أو ما يسمى بالترويكا لم تكن فترة بتلك القتامة التي صورها نوع من الإعلام الموالي للنظام السابق أو لنداء تونس والدليل على ذلك مثلا ملف الأسعار الآن الخضر تصل إلى أسعار قياسية بالنسبة للفترة التي كنا فيها ولا أحد يتكلم قضية الإرهاب مثلا وظفت توظيف رهيب لا لمحاربة وجود حركة النهضة في الحكم ورغم ذلك نقول أننا مستعدون للتقييم الموضوعي تلك الفترة نعتقد أنه كان ممكن فيها التصرف بطريقة أفضل ولكن هذا نتوقف عليه بعد تقييم موضوعي خالي من التوظيف خالي من الكذب خالي من اختلاق الحقائق وكل حزب لا يقيم نفسه بصرامة لا يستطيع أن يتطور ولا يستطيع أن يفوز في انتخابات قادمة نعم ولكن انعكاسات الوضع أيضا الإقليمي وإذا أردنا أن نربط حركة النهضة هو كتيار وحركة إسلامية ألا تتخوف من أخذ فقط دور المعارضة خصوصا في ظل ما يتم من تضييق على هذه الحركات الإسلامية في الدول الأخرى أيضا أعتقد الذين يضيقون على الحركات الإسلامية هم يقصدون التضييق على الحرية وعلى الديمقراطية وفي تونس مثال سنة 1991 بن علي بدأ بضرب حركة النهضة وكان يقول لبقية المعارضين أن الأمر يقتضي تخلص من حركة النهضة لأن يقيم ديمقراطية ولكن أنه انتهى بمحاكمة كل العائلات السياسية فردا فردا وحزبا حزبا ما يقع اليوم في مضايقة بعض الحركات الإسلامية رغم حرصنا على عدم التدخل في شؤون الأقطار الأخرى هو التضييق على الديمقراطية وربما سيتبين أنه كان خطأا كبيرا في مصار الوطن العربي نحن نؤمن بأنه لا يمكن للبلاد العربية أن تستعيد عافيتها وأن تنجز نهضتها الثقافية والحضارية والاقتصادية بدون حرية والإسلاميون هم جزء من تركيبة المجتمع يمكن أن يخضعوا للقانون يتعاملوا في إطار القانون ومن هنا يأتي القول بأن ما يقع الآن مضايق لبعض الحركات الإسلامية هو خطأ استراتيجي سيؤخر العالم العربي ولا يقدمه في النهاية ستنتصر الحرية ونحن على ضفاف القارة الأوروبية التي فيها عمق ديمقراطي كبير لا يمكن للشعوب العربية أن تبقى أكثر بعيدة عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات حركة النهضة لازالت لديها علاقات مع هذه الطيرات الإسلامية في الدول الأخرى والتي شهدت كما حصل في تونس تراجع لها إلى حد ما من خلال الانتخابات التشعية والبرلمانية والرئاسية التي حدثت فيها يعني علاقات فكرية ربما علاقات تاريخية أما علاقات سياسية وتنظيمية ليست موجودة أليس هناك من تنسيق بين هذه التيارات ليس هناك تنسيق معدى ما هو معلن ربما مواقف مشتركة في بعض القضايا ولكن ليس هناك ارتباطات لا تنظيمية ولا سياسية باعتبار اختلاف الواقع اختلافا جذريا في الاقتار العربية الدولة القطرية استطعت أن تحدث من الفوارق بين البلدان العربية ما يجعل كل قطر له قانونه الخاص وله قواعده الخاصة نعم دكتور عبداللطيف سوف نكمل لهذا الحوار وسوف نتحدث عن دور النهضة في المرحلة المقبلة ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا اهلا بكم من جديد الى هذه الحلقة من حوار الساعة مباشرة من العاصمة التونسية ومع ضيفي دكتور عبداللطيف مكي اهلا بك من جديد دكتور عبداللطيف كنا قد تحدثنا عن أن النهضة هي لديها خصوصية معينة وهي التي دعت الجماهير الى الحيادية الإيجابية كما تصفونها باتخاذ قرار قاعدتها الشعبية تجاه الانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية اليوم ما هو دور النهضة في المرحلة المقبلة كيف سيكون هنا السؤال الأبرز يعني هناك احتمالان اما أن نكون شركاء في الحكم في شراكة عادلة تستطيع أن تتقدم بأهداف الثورة في تونس خاصة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة نحن ورثنا قوانين اقتصادية واجتماعية ظالمة ومتخلفة فلابد من أحداث الإصلاحات اللازمة حتى نترجم الثورة اقتصادي واجتماعي ويشعر المواطن البسيط بإيجابيات الثورة لكي لا ينقلب عليها ويأس منها ويعطي ولاءه لأشياء أخرى وجهات أخرى هذا يتطلب الشراكة يتطلب حكومة قوية لها قاعدة برلمانية عريضة وصلبة ويتطلب توافقات والاحتمال الثاني أن نكون في المعارضة أي أن كان موقعنا سنكون إيجابيين ونسعى إلى خدمة البلاد والديمقراطية تقتضي الوجود في الحكم وتقتضي الوجود في المعارضة وحركة النهضة كما ذكرت هي حركة عندها خصوصية وعندها الكثير ما تفعله في المجتمع من الناحية الفكرية والثقافية والاجتماعية ولن تعاني البطالة بإذن الله سنسعى إلى أن نكون إيجابيين في المرحلة القادمة أين كان الموقعنا تحدثت عن احتمالين إذا كان هناك من احتمال الأول أي الدخول في الشراكة وفي الحكومة تلاف ما هو العرض المناسب الذي يلائم حركة النهضة هل نتحدث عن حصص الحقائب الوزرية أم أنها لم تكتفي بذلك بل ستتكلم عن نمط اقتصادي معين عن مشروع الحكومة وأيضا عن توجهات خارجية للحكومة ونحن نعلم أن لتونس دور إقليمي بارز الآن وخصوصا فيما تشهدها الدول العربية المحيطة بها من أزمات ولسيما ليبيا بالتأكيد أن البرنامج والتوجهات والإصلاحات الكبرى وتحقيق هداف الثورة ستكون هي الأولى بالبحث لا نستطيع أن نشهنك في حكومة لا نتفق على برنامجها وعلى توجهاتها سواء كان كما ذكرت في المجال الاقتصادي أو السياسي أو المجال الخارجي أو الأمني بعد ذلك يأتي تقاسم المسؤوليات وهي أعباء نعتبرها أعباء سنتقسمها وفق المنطق العادل هنا يتم توجيه بعض الاتهامات لأنهضة يقولون بأن النهضة ليس لديها من انزعاج من وصول السيد السبسي إلى الرئاسة أو إلى الحكم وذلك لتقوم وتأخذ دور المعارضة كما فعل هو في السابق وعندما كانت النهضة في الحكم وهو تسلم البلاد كما ذكرت بوضع اقتصادي غير مريح ستكون عامل ضغط أكثر إن كانت معارضة سيتسلم وضع اقتصادي أفضل من الوضع الذي خلفه لنا سنة 2011 ولكن تحدثت عن غلاء الأسعار قبل قليل أكثر نعم نتحدث عن الوضع الاقتصادي بصورة عامة والوضع الأمني كذلك وإلى غير ذلك وبالتالي نحن لسنا لنا اعتراضاتنا لنا ملاحظاتنا عن السيد الباجي قيد السبسي وأداء وانتماءاته وارتباطاته ولكن كما قلنا إذا انتخبه الشعب سنسعى إلى التعامل معه التعامل الإيجابي بما يسهل مهمة مؤسسات الدولة ويعطي المزيد من الاستقرار للبلاد لكننا لسنا ميالين بالطبع إلى وضع المعارض لأننا نعتبر أن الحكم مسؤولية والذي سيشارك فيه هو سيقدم جهدا من أجل التقدم بالبلاد الحكم اليوم في ظل الديمقراطية لم يعد مغنما يدر على صاحبه المكاسب المادية والمعنوية بقدر ما أنه أصبح منطقة ضغط عالي جدا تتطلب التضحي تتطلب الجرأة من أجل أن تتقدم البلاد ولذلك نحن لا ندفع إلى فوز سيد باجي قيد سبسي كي نتمترس في المعارضة ونذيقه ما أذقنا لأن مهم ممارساتهم لم تكن بالمرة صادرة عن نوع من المسؤولية والمعارضة المسؤولة بقدر ما سعوا إلى الإعاقة وإلى الإرباك وإلى حل المؤسسات لا تنسي أنهم طالبوا بحل المجلس الوطني التأسيسي باستقالة الحكومة باستقالة الرئيس ولو رضخنا لمثل هذه المطالب لما تحصلنا على دستور ولما أجرينا هذا الكلام دكتور عبداللطيف يفهمه البعض أن التحالف مع المرشح المرزوق هو أسهل بكثير وهو ما الذي يدفع القاعدة الشعبية لحركة النهضة بالتوجه إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوتها لصالح المرزوقي نعم هذا موجود بسبر الآرع بالملاحظة في الشارع جمهور الثورة والذي يعتبر جمهور النهضة هو جزء منه يميل أكثر لسيد المنصف المرزوقي لأنه لا يريد أن يقع الهيمن على كل مفاصل الحكم ويصبح العودة إلى ممارسات العهد الماضي ممكنة جدا وهو متخوف جدا مما حصل في بعض الأخطار العربية هل يمكن أن نرى النهضة خارج المشهد السياسي إذا تسلمت نداء تونس ولم يقدم العرض الملائم لحركة النهضة ولسيما أنها في الانتخابات التشعية حصلت على المرتبة الثانية من حيث المقاعد أم أنها ستفصل بين ما يتم في الحكومة وفي رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة وأيضا كرسية رئاسة والبرلمان ومقاعدها الانتخابية يعني إذا لم يتم تقديم عرض لنا بالمشاركة في الحكومة وحكومة وحدة وطنية لا تقتصر على حركة النهضة وحركة النداء طبعا نحن سنبقى في المعارضة وليس لنا أي خيار آخر وسنسعى إلى خدمة البلاد من هذا الموقع إذا هنا احتمال مع وصول السيد الباجي قاد السبسي إلى كرسية رئاسة ولكن إذا وصل السيد المرزوقي من جديد إلى منصب الرئاسة أين ستتموضع النهضة وما هي الخيارات المطروحة أمامها تبقى نفس الأحتمالات المطروحة أن نتواجد في الحكومة وأن نبقى في المعارضة ولكن يمكن أن أسهل بنسبة نعم ولكن الوضع سيكون متغير وستترتب فوز السيد المنصف المرزوقي سترتب عليه تغييرات سياسية أهم أعتقد ومن بينها أنها ستدفع نداء تونس إلى البحث عن الشراكة الحقيقية لإضفاء الكثير من الانسجام بين مؤسسات الدولة هل يمكن أن نوضح هذه النقطة بالتحديد؟ كيف يمكن التعاون مع السيد المرزوقي؟ لأن السيد المنصف المرزوقي أعطاه الدستور صراحية عديدة من مثل أن وزير الخارجية ووزير الدفاع يجب أن ينال ثقة الرئيس وموافقته رئيس الجمهورية هو الذي يترأس المجالس الوزارية وجوبا في القضايا الاستراتيجية كالقضايا الأمنية ويترأس مجلس وزراء كلما حضر له العديد من الصلوحيات في التعينات السامية في الدولة في السلك الدبلوماسي في الدفاع إلى غير ذلك وكما أن له حق المبادرة التشريعية يمكن أن يقترح قوانين عن البرلمان تحقق العدالة الاقتصادية أو لمقاومة الفساد إلى غير ذلك كما أنه دورا في تشكيل المحكمة الدستورية هذا الفوز بالتأكيد سيحسب في ميزان القوة السياسية في البلاد وقد يدفع نداتونس لأن يكون أكثر انفتاحا عن الشراكة وماذا سيقدم حينها السبسي من تنازلات وفق رؤيتكم وفق رؤيتكم أن يسأل هو نحن تعاملنا مع شراكة على أنه واجب يجب أن تساس أو تدار المرحلة الانتقالية وفق من شراكة لأننا في ديمقراطية غير مستقرة لا يمكن لكل من يحصل على 50 زايد واحد أن يحكم حكما مطلقا نحن في مرحلة انتقالية تقتضي مشاركة الجميع ولكن يؤخذ على النهضة أنها عندما هي استلمت هذا الحكم قد قامت بالتعامل بنفس الطريقة لا أبدا باستقصاء الآخرين عندما تسلمنا الحكم اتصلنا أولا قلنا لن نتحصل إلا على رئاسة واحدة هي رئاسة الحكومة ونترك رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان لكل من يشترك معنا في الحكم كذلك اشتركنا في الحكومة أردنا أن نوسع الحكومة إلى أكثر من ثلاث أحزاب لكن بقية الأحزاب رفضت ولم يكن ندى تونس موجود ورفضوا لأسباب عديدة منها الأسباب الإيديولوجية إذن الله ظلم ليست هي من أقصد الأطراف الأخرى وكان هناك أكثر من 60% من الوزراء ومستقلون كان أكثر من 60% من حكومة سيد حمادي جبالي وحكومة سيد علي العريض من المستقلين ولا أدل على ذلك أن سيد مهدي جمع رئيس الحكومة الحالي كان وزيرا مستقلا في حكومة سيد علي العريض ولذلك لم نقص أحدا وخلال تشكيل الحكومتين جبالي والعريض اتصلنا بكل الأحزاب من أجل المشاركة ولكنهم رفضوا وعلى كل حكم هنا كان حكما حكم شراكة فيه على الأقل أثنين من الأحزاب ومستقلون نعم تحدثت عن حقائب سيادية في الحكومة إلى أي مدى تسعى حركة النهضة إن وصل السيد الباجي قائد السبسي ورداء تونس إلى منصب الرئاسة بالحصول على مناصب سيادية في الحكومة كالخارجية والدفاع وأيضا الداخلية هذه تفاصيل نحن نسعى إلى أن يكون هناك وزراء مقتدرون ويحوزون على ثقة الجميع في الوزرات السيادية يبقى أن تكون لهم صفة الحزبية من هذا الحزب أو ذاك أو مستقلون هذا موضوع ثانوي بالحديث أيضا عن الدورة الأولى لانتخابات الرئاسية كيف نظرتم إلى رفض المحكمة الإدارية لأطعون التي تقدمت بها حملة السيد المرسوقي نحن نقبل بحكم المحكمة حتى وأن كانت عليها ملاحظات لم يكن لي اتصال بمكتبنا القانوني حتى يتبين لي أن كان هناك ملاحظات قانونية على حكم المحكمة ولكن مبدئين نحن نرضى بحكم الهيئات القبائية الحركة كان لديكم ملاحظات معينة على هذه لا لم نقدم نتقدم بملاحظات وكل الملاحظين الذين يتقدموا كانوا باسم مرشحين للرئاسة وقدموا ملاحظاتهم إلى هؤلاء المرشحين ولكن أيا كان نحن نقول نحن في مرحلة انتقالية تتدرب فيها الأحزاب والمؤسسات على الديمقراطية يمكن أن يكون في قرار المحكمة الإدارية بعض النقايص أو الشواب ولكن من باب التضامن ومن باب التدافع الإيجابي لتدرب على الديمقراطية لابد أن نقبل به جميعا وأظن أن السيد المنصف المرزوقي قبل بهذا الحكم نعم قد نصحتم أيضا كما ذكر في وسائل الإعلام السيد المنصف المرزوقي بعدم تقديم الطعون فيما بعد وذلك لإجراء الانتخابات في الرابع عشر من الشهر اللاجاري هل كان لديكم مخاوف معينة من تأجيل الانتخابات حتى الواحد والعشرين والإبقاء فقط على معدها في الرابع عشر الحركة في شخص رئيسي نقلت مجرد نقل رغبة من أطراف الحوار الوطني إلى السيد المنصف المرزوقي بأن لا يقع الاستئناف في الحكم ولكن طبعا هذا لا يجب أن يكون على حساب مبدأ الحق الدستوري في التقاضي والفريق القانوني السيد المنصف المرزوقي ارتقى أن هناك من المبررات ما يجعله يستانف وهذا ما تم يعني الحركة نقلت رغبة أطراف الحوار الوطني إلى أكثر ولا أقل إلى أي مدى نحن تحدثنا عن قضية الإرهاب وذكارة دكتور عبداللطيف اليوم أصبحت الهاجس الأكبر بالنسبة للشعب التونسي والقضية الأبرز إلى أي مدى حركة النهضة خصوصا وأنها توجه إليها العديد من الاتهامات أنها فتحت الحدود أمام المقاتلين الذين يتوجهون للقيام بأعمال إرهابية داخل تونس وخارجها دعيني واسمحيني بهذه الفرصة لكي أخاطب جمهور قناتكم نعم تفضل بأن الإرهاب هناك حقائق تاريخية لا يمكن القفز عليها فالإرهاب كان موجود في تونس قبل الثورة والدليل على ذلك أنه تم ذبح أعوان الحرس الوطني على الحدود التونسية الجزائرية في الجنوب في توزر جهة حزوة ثانيا تمت عملية عسكرية كبرى في جبل سليمان واستعمل فيها الجيش التونسي الأسلحة الثقيلة وثالثا صار التفجير في المعبد اليهودي في جربو وهذا كله قبل الثورة ورابعا أن العناصر التونسية كانت تنخرط في ساحات القتال في الخارج قبل الثورة والعراق دليل على ذلك وأفغانستان دليل على ذلك وقد قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن هناك نسبة عالية من التونسيين الذين يقودون القتال في العراق ويشاركون في العمليات الانتحارية الذي اغتال شاه مسعود في أفغانستان هو تونسي دسله قنبلة في الكاميرا وتنكره في شكل صحفي فاشتراك التونسيين في هذا العمل كان موجود من قبل الثور ويروج أن هذا العمل وجد بعد الثور وهو غير صحيح يقول أنه ارتفعت درجة هذه العمليات إنما استفاد من الثورات العربية سقطت الأنظمة انخفض الأداء القوات الأمنية فتحت علينا الساحة الليبة التي كان فيها سلاح كثير يدور وكثير من هذا السلاح دخل أثناء حكومة الباجي قايد السبسي عندما كان رئيسا للحكومة قبل انتخابات 2011 طيار أنصار الشريعة تأسس سنة 2011 في ظل الحكومة السيد الباجي قايد السبسي انعقد مؤتمر بألف وخمسمائة عضو من أنصار الشريعة في ضحية سكر من العاصمة وحضر فيه أبو عياض زعيم التنظيم في عاد حكومة السيد الباجي قايد السبسي ولم يحرك ساكنا ولكن يأخذ أيضا عمليات الأمنية تجاه الحرس الوطني وتجاه الشرطة التنظيم قد زادت بكثير في هذه المرحلة لماذا حدثت؟ لماذا؟ لأن هذه المجموعات تهيكلت وتسلحت وبدأت تفعل بدعم من من؟ بدعم أنفسهم لهم قدرات لهم تواصل مع المجموعات الإرهابية في الخارج وعندما تبين أنهم خرقوا القانون وبدأوا يستعملون الأسلحة وتجمعت المعلومات الاستخباراتية تحركت الدولة وحكومة السيد عني العرين صنفتهم تصنيفا إرهابين وبدأت تتحرك ضدهم وهناك مئة بالمئة من المجهود الأمني لكن تعرفون أنتم في لبنان وفي المشرق أن مئة بالمئة من الجهود الأمني لا يأتي بمئة بالمئة من النتاج وبدأت أجهزة الأمن يتحسن الأداء امتاحها إلى الآن ويمكن الحديث مع الضباط ومع الفنيين كم هو الجهد التي بدلته حكومة الترويكا في التسليح وفي التدريب وفي الرفع من المعنويات وفي الجهد الاستخباري من أجل السيطرة على الموضوع عن الإرهاب ولكن نحن تسلمنا دولة ملقاة على الأرض أجهزة أمنية يعني في وضع سيئة جدا وضع أمني في وضع سيئة جدا وضع حدود في وضع سيئة جدا وبدأ التدرج في الإصلاح ورأيتم أنه حتى بعد حكومة الترويكا حدثت عمليات إرهابية وقبل عندما كنا في الحكم الحكومة والآمن قام بعمليات نوعية منها ضد الإرهاب إنما الأخطر من الإرهاب في تونس هو توظيف الإرهاب في اللعبة السياسية عوض أن نضمن موقف مجتمعي وسياسي متضامن مع مؤسسات الدولة وخصوصا الأجهزة الأمنية والعسكرية هل تستغل سياسيا قضية الإرهاب اليوم قبل أطراف ساحة تونسية في تونس هناك بعض الأطراف السياسية استعملت أشنع استعمال وأشنع التوظيف لقضية الإرهاب ضد خصوم السياسيين وبالذات ضد حركة النهضة ويرددون إدعاءات لم يستطيعوا حتى إثباتها من كانت له أدلة على تواطع حركة النهضة مع الإرهاب أو تساهلها مع الإرهاب فليقدمها إلى القضاء لم يقدموا أي شيء للقضاء ونحن الآن خارج الحكم بقرابة الأسنة إنما هي إدعاءات بل العكس هو صحيح قامت حكومتنا بجهد كبير لتقوية أجهزة الأمن وللتصدي للإرهاب والأهم من ذلك للترويج للفكر الوسطي لأن الإرهاب يبدأ بفكرة الإرهاب يبدأ بفكرة التكفير تكفير الآخر لكي يبرر اغتياله أو قتله الحركة ترويج لفكر إسلامي وسطي منفتح يقضي عن الفكرة المولدة للإرهاب نعم ولكن يأخذ البعض أن تراجع حركة النهضة في الانتخابات التشريعية هو نتيجة لعملها القائمة في الحكم وبشكل رئيسي مواجهة الإرهاب ليس اليوم أمام الحكومة الجديدة والحكم الرئاسي والحكم الجديد الذي ستتولى وصل كلا المرشحين هو ملف أمني صعب على كاهل الحكومة المقبلة وأصعب بكثير اليوم وتحدثت عن هيكلة وتنظيم هذه التنظيمات أصبحت أقوى لا الآن الإرهاب في تونس والحمد لله أصبح ما نسميه بالفرنسية إرهاب بريزيديال يعني بقايا إرهاب هم في تراجع هم في وضع دفاعي على الحدود متحصنون ببعض الجبال والغبات الصعبة كان أملهم أن يكونوا فاعلين داخل مدننا وداخل شوارعنا وداخل مجمعاتنا الصناعية أرادوا ربما استأداف بعض المنشآت الاستراتيجية ولكن أولا الرفض المجتمعي المتضامن المجتمع التونسي ثقافتهم مدنية وسلمية الرفض المجتمعي تضامن المجتمع والسياسيين مع أجهزة الأمن قدرة أجهزة الأمن لكن سيد عبداللطيف نحن نسمع في كل أسبوع عن حدث أمني معين في تونس عن عملية انتحارية عن عملية خطف وقتل لضباط وجنود في الشرطة التونسية كما ذكرت لك للأسف ما زالت تحدث بعض العمليات نحن نترحم بالمناسبة على كل الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحة ونتضامن مع أجهزتنا الأمنية والعسكرية ولكن كل هذه العمليات تقع الآن في مناطق حدودية تقع في مناطق حدودية لماذا؟ لأن الأجهزة الأمنية والعسكرية استطاعت أن تسلط من الضغط ومن العمليات على هذه المجموعات ما جعلها تتراجع إلى مناطق حدودية صعبة لكي ربما تضمن التواصل مع مجموعات إرهابية على الطرف الآخر من الحدود أو لكي تتحصن بأماكن صعبة فالإرهاب في تونس اليوم هو في وضعية دفاعية ولكن هذا لا يدعونا إلى التراخي بل إلى مزيد من الجهود لكي نقضي قضاء مبرم على هذه الظهرة وبالتأكيد أن استقرار الأوضاع في بعض الأقطار العربية القريبة منها يساعد كذلك في القضاء على هذه الظهرة لأنها ليست ظهرة تونسية خاصة بتونس لما هي ضائرة تشق الإقليم من أفغانستان إلى باقي الدول نعم هنا هل تتخوفون من اغتيالات جديدة قد تشهدها تونس وأهل تتخوفون من الوضع الأمني أيضا ولسيما أن ليبيا هي ساحة مفتوحة كما نعلم اليوم لابد أن يظل عندنا تخوف ولكن ذلك التخوف الإيجابي الذي يدعونا إلى مزيد العمل والتيقظ وكما كذكرت لك الإرهابيون يريدون في كل لحظة أن يعيدوا الاعتبار لأنفسهم أن يقولوا أننا هنا وقادرون على الفعل المعلومات التي تعطيها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من حين لآخر حول وجود مخاطر معين لابد أن تأخذ بعين الاعتبار وأن نظل متيقظين لكن مهما كان أعتقد أن لدى المجتمع التونسي ومؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والجيش من القوة والصلابة ما يجعل تجربتنا الديمقراطية لا تنهار أمام مثل هذه الضربات الغادرة إن شاء الله سؤال أخير هل أنت متفائل دكتور عبداللاطف بصفتك الشخصية وبصفتك أيضا كعضو في مجلس شورى حركة النهضة للمرحلة القادمة لتونس أم أنكم متشائمون ويبدو أنك غير متفائل كثيرا وفقا للحديث طوال هذه الحالة لا أنا دائما أقول نحن مأمورون شرعا دينيا بالتفائل لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وبيدي أحد يكون فسيلة فلاستطاع أن يغرسها فليغرسها أو كما قال متفائلون رغم أن نقدر هناك صعوبات كبيرة لابد أن نواجهها فبالعكس يغلب علي معنا مسحة التفائل رغم وجود هذه الصعوبات ولا أقدر أن أي تجربة من التجارب الجريئة مثل التجربة التونسية يمكن أن تسير دون أن تعترضها مثل هذه الصعوبات نعم دكتور عبداللطيف المكي أشكرك جزيلا شكر على حضورك لهذه الليلة معنا من العاصمة التونسية شكرا جزيلا لك إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حوار الساعة مباشرة من العاصمة التونسية شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة المتابعة وإلى اللقاء في الحصول وأ relief